بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية واليوم يشمل الساعة كيف تنطق الساعة وتتعامل معها باللغة الإنجليزية بداية الساعة هذه الساعة اسمها كلوك كلوك هي الساعة وفيها عقارب والعقارب يسمى هند بيك هند سمول هند يعني اليد الصغرى اليد الكبرى بيك هند بيك هند سمول هند وكذلك آورز هند منت هند آورز هند منت هند يعني هذا يحسب الساعات وهذا يحسب الدقائق إذن فباللغة الإنجليزية الأوقات والساعات 12 ساعة ولكن في اليوم 24 ساعة من الساعة 12 في الليل إلى الساعة 12 في النهار تسمى تسمى ومن الساعة 12 في النهار إلى الساعة 12 في الليل تسمى PM بمعنى آخر لو أقول لك مثلا الساعة الآن 2 o'clock ولا 6 o'clock أي 6 o'clock مثلا أغير هذه ساعة الآن 6 it is 6 o'clock لما تكون 6 o'clock هل هي الساعة 6 في الصباح أو 6 في المساء لو كان في المساء نقول 6 6 p.m لو كان في الصباح نقوله 6 a.m في الصباح وقت الفجر 6 a.m وفي المساء 6 وقت المغرب 6 p.m الساعة كلها لما يكون لما يكون الهاند على الساعة 12 نقرأ الرقم اللي فيه صغير وهذه هي الساعة نقول 5 o'clock 3 o'clock مثلا هذه 5 o'clock مثلا دورها دورها هذه تقول 4 o'clock 4 o'clock لو كان في الصباح 4 a.m لو كان في المساء بعض العصر 4 p.m والساعة كلها دقائقها مقسومة إلى قسمين نصف شمال أو معذرة نصف على اليمين ونصف على اليسار على اليمين كلها نقرأها لما يتحرك هذا حتى والجهة الأخرى نقرأها 2 يعني إلى مثلا أغيرها مثلا هذه 15 2 4 مثلا هذه أدورها أكثر 20 25 20 25 20 25 25 15 25 إلا نقول 15 أو نقول كوطة 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 25 أو 15 25 كوطة 25 بعض الناس يقولوا كورتر وليس كورتر هذا الغير يعني الناس من بلدان أخرى لا يعرفون النطق الصحيح للغة الإنجليزية ليس كورتر ولكن كوطة ذك كأنها غير موجودة مثلا هنا نقول شنو 5 2 5 5 2 5 وهنا 5 يعني خمس دقائق past past 5 5 past 5 نغير ساعة أخرى مثلا مثلا إلى هنا نقول شنو هذه 10 لأننا مججأة اليمنى 10 past اليمنى اليمين هذه النصف اليمين 10 past 7 وهنا على اليسار 10 ليس past 10 to 7 10 to 7 والهنا 10 past 7 هنقول quarter 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 two seven ولا نقول 6 45 6 45 6 45 هنا quarter 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 past 7 quarter past 7 وإلى كانت هنا في النصف تماما 6 نقول half وليس half نقول كأن الغير موجودة half past 7 half past 7 يعني يعني السبعة ونصف ولا تنسى دائما AM وPM هنا 8 هل هي 8 نصف 8 ونصف 9 o'clock 9 o'clock 20 past 9 25 past 9 half past 9 هنا 9 9 9 35 أو 25 to 12 to 10 sorry 25 to 10 هنا 40 past 9 أو 20 to 10 هنا 45 9 45 9 45 أو quarter to 10 quarter to 10 نغير الجهة أخرى يلا هذه 2 o'clock 2 o'clock 5 2 2 2 o'clock 5 past 2 10 past 2 quarter past 2 20 past 2 quarter past 2 15 past 2 2 2 2 45 2 30 أو half past two quarter to three أو two forty five ten to three أو two fifty five to three أو two fifty five three o'clock five past three ten past three fifteen past three quarter past three twenty past three twenty-five past three three thirty أو half past three three thirty-five أو twenty-five to four three forty أو twenty to four three forty-five أو fifteen to four three fifty أو ten to four three fifty five أو five to four four o'clock four o'clock هذا هو على الساعة لو فيه أي سؤال وأي استفسار مرحبا بكم فأنا أقطن في بريطانيا ونطقي نطق بريطاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو يصدر snow